اشتركوا في القناة التي تملأ الطرقات والمنازل فتعكسوا اجواء الفرح والبهجة والسرور نعاد عليكم يا رب الخير والصحة والعافية وان شاء الله السن الجاي يكون رمضان خير وبركة ونحن رغم كل هذه الاوضاع نحس ان شهر رمضان هو الميزة انه بلم العيلة وفيه اجواء محبة شهر رمضان اللي بيميزه عن غيره هو شهر الخير وشهر المحبة وشهر التسامه بس اهم شي انه الشعب يتعامل بهالطريقة هايدي نعاد عليكم وعالجميع اكيد رمضان يعني هالسنة شوي صعب عم بيكون علينا يعني بس اكيد الحمد لله منظلنا عم ننترو متل كل سنة ونبسطين ما عم نشتري متل قبل بس انه جو رمضان مضطرين نعمل جو ونعد نحن والشباب ونشتري مش قد يعني عقد الحال برأيي شهر هيدا لازم كلنا نجتمع مع بعض شهر يكون فيه تكافل بين الناس ورغم ضيق الحال في لبنان لا يزال اللبنانيون متمسكون بالسفرة الرمضانية المتنوعة حيث نشهد ازدهارا في تجارة المأكلات ولسيما الحلويات بكافة انواعها مثل المشبك والقطايف وغيرها من الاصناف الخاصة بالمائدة الرمضانية اكتر شيء من شهور برمضان مثلا المدلوقة القطايف زنود الساد ورد الشام مثلا القطايف عصفير لا بينعملوا بغير رمضان بس مش كل شيء يعني المدلوقة بتنعمل غير رمضان بس القطايف الأشطب بتنعمل بس برمضان الشعائبيات بالأشطب برمضان شهر فضيل عليكم وعلى لبنان وعلينا وعلى الأمة العربية كلنا إننا الآن في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان حيث يشكل هذا الشهر بابا روحانيا لإقامة الشعائر الدينية التي تنعكس إيجابا على المجتمع لبرنامج صباحات رمضانية نيفين ساموري بيروت ترجمة نانسي قنقر